دعا بيان مشترك قطري مصري أمريكي حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن غزة باعتبار أن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف وأوضح البيان أن الصفقة من شأنها إنهاء معاناة أهل غزة والمحتجزين البيان المشترك أضعف أن الصفقة تقدم خارطة طريق لوقف دائم للنار بغزة وإنهاء الأزمة هذا المقترح جاء متأخر ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا فلذلك نعمل من الله عز وجل ونعمل من النظارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف طلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء أي مقترح يؤدي إلى عودتنا إلى بيوتنا وإعادة إعمارها وإعادة بنفس الوقت إطلاق صراحة أخواننا المعتقليين هذا إحنا معاه هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على إنهاء الحرب ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي وصف بالفرصة الأخيرة فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامي نتنياهو تمسك تل أبيب بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس وقال نتنياهو في بيان إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل هدد وزير المالية الإسرائيلي بيتس إيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن جيفير هدد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا وافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب وسائل أعلام إسرائيلية نقلت بدورها عن سموتريتش القول إنه لا يوافق على وقف إطلاق النار بغزة قبل القضاء على حركة حماس كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على المقترح انتكاسة كبيرة لمن وصفها بإنجازات الحرب ذلك من خلال انسحاب الجيش والسماح بعودة سكان غزة لشمال القطع هذا وأكد رفضه الإفراج عما وصفهم بالإرهابيين لكي يعودوا لقتل اليهود على حد تعبيره أما وزير الأمن القومي إرثمان بنجفير فوصف مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة وصفه بالصفقة المعيبة التي تنتصر أو تنصر الإرهاب وتهدد أمن إسرائيل بحسب تعبيره واعتبر أيضا بنجفير أن الموافقة على مقترح بايدن تعد هزيمة نهائية من جهته وصف زعيم المعارضة في إسرائيل يأير لابيد وصف تهديدات بنجفير وسموترش بالانسحاب من الحكومة بأنها تعني التخلي عن الرهائن لدى حماس وأمن إسرائيل